يا بان التحيات لحضرتك من أرض الملعب ومعي الكابتن وليدي ويدي كانت كابتن وليدي صلاح الدين النجم الكبير تساءل حوالين نسبة المبيع ونسبة الشراء داخل مصر للمقصة فجبنا مدير الكرة ومسؤول عن التسويق ومن بيعات كابتن وليد بنرحب بحضرتك اهلا تحياتي لحضرتك كابتن مجدي وتحياتي لكل ضيفنا في الستوديو وتحياتي لكل المشاهدين كابتن وليد صلاح الدين كان بيتساءل ليه ما بيتمش الإعلان عن نسبة البيع ونسبة الشراء أنا حضرتك وبيعته مروان حمدي وبيعته رجب عمران واشتريته سبع لعابين منهم الأعرى ومنهم البيع النهائي زي باسم مرسي هو طبعا يعني بتبقى العملية يعني على حسب الطرب والعرض يعني الحمد لله ربنا وفق في الانتقالات الشتوية ديات يعني احنا حقنا مستهدفنا سواء من البيع أو الشراء واعتقد يمكن النسبة يعني في حدود عشرة في المية يعني ما بين البيع والشراء وبرضو اشترينا برضو من نادي الشرطة اللاعب ان شاء الله هيبقى حاجة كويسة في المستقبل يعني سردبك كويس يعني لو حضرتك بيع بمليون جنيه انت الشريب بمئة ألف هي الأرقام بقى ديات مع النادي لكن ديات هي في الحدود ديات يعني ان شاء الله بسم الله ربنا يكرم بقى ان شاء الله بس المهم ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في المستقبل حنيا باسم مرسي بيدخل النهاردة داخل الفريق كأساسي غيابات النجوم النهاردة ممكن تأثر عليكم والشكل اللي داخل بي باسم مرسي والنفسيات اللي داخل بها الفريق بعد مباراة نادي الزمان الحمد لله طبعا احنا مباراة خلاص نسيناها لان احنا اعتبرنا الفرقة ما جاتش في اليوم دي لكن ان شاء الله عاملين ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا النهاردة ونستعد بمستوانة ونقدم مباراة كويسة ونصالح جمهور الفيوم بياخد شاء الله شكرا بحضرتك كابتن ويك شكرا كابتن كريم دي كانت اطلالة سريعا مع كابتن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر للمقصة من ارض ملعب المقولين العربي لاستاد مصر والستوديو التحليلي والكلمة اليك يا زميل عزيز مجدي عشر بيني انا بشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة